بعد اتهامها إيران بالتورط في دعم هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر ها هي الولايات المتحدة تحرك ورقة العقوبات من أجل تقويض دعم الإيراني المادي لجماعة الحوثيين إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 13 شخصاً وكياناً مرتبطاً بإيران لهم دور في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن تتضمن العقوبات تجميد جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأمريكيين من إجراء معاملات معهم في جعبة الولايات المتحدة المزيد من أدوات الضغط على إيران وذراعها في اليمن ومن ضمن الخيارات المطروحة على طاولة البيت الأبيض توسيع القوة الدولية التي تم إنشاؤها لمواجهة عمليات القرصنة أمام سواحل الصومال أو إنشاء قوة شبيهة لها للتصدي للحوثيين فتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر وإمدادات الطاقة خط أحمر بالنسبة لواشنطن لكن الولايات المتحدة في الوقت نفسه تضبط إيقاع تحركاتها في البحر الأحمر في ضوء الحرب في غزة وتسعى واشنطن لتجنب مواجهة مباشرة مع الحوثيين حتى لا يتمدد الصراع في غزة إقليمياً